من جانبها أعلنت قيادة العمليات المشتركة أن انطلاق الصفحة الثانية من المعركة مركزها الموصل سيكون في الساعات المقبلة وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة يحيى رسول في تصريح صحفي أن قطعات الجيش في تقدم كبير وتمكنت من استعادة بعض القرى مضيفا أن الساعات المقبلة ستشهد استعادة أقضية وقرى تحضيرا لمعركة اقتحام مركز الموصل مضحا أن الخطط العسكرية تتضمن تأمين مراكز الإيواء للنازحين